بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان العقوبات القلبية الحلقة الثانية لفضيلة الشيخ فاهد بن حجاب الحربي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذه هي القراءة الحادية عشر فهذه هي القراءة الحادية عشر في كتاب رياض الصالحين الذي تعقد القراءة فيه كما علمتم وتكرر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء من كل أسبوع في هذا المسجد جامع الميمان برياض الخبرى وعنوان هذه القراءة عقوبات أخرى ونعني بذلك عقوبات أخرى للمعاصي وقد ذكرنا في القراءة الثامنة بعض العقوبات القلبية التي تصيب القلب عقوبة أو نتيجة للمعاصي وعقوبات المعاصي وآثارها السيئة كثيرة جدا يصعب حصرها ويصعب عدها وفي هذه القراءة نذكر بعض العقوبات المتنوعة التي قد يعاقب بها العبد على المعاصي فمن تلك العقوبات محق البركات وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن حصول البركات من نتائج وآثار التقوى والطاعات فدل ذلك على أن عدم الطاعة والتقوى ووقوع المعاصي سبب لمحق البركات وعدم حصولها يقول الله تعالى في صورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا فالمعاصي تمحق بركة العمر وتمحق بركة الرزق وتمحق بركة العمل وتمحق بركة الطاعة تمحق بركة العمر فتمر الساعات على العب ولم ينتفع شيئا في دنياه أو آخرته ولعله تمر الساعة بكاملها ولا يذكر الله تعالى فيها ولو مرة واحدة بل لعله تمر عليه الأيام والشهور والسنوات ولم يستفد فيها شيئا يذكر لا من عمل صالح ولا من علم نافع مع تهيئ الفرص ووجود الفراغ ووجود الإمكانيات فإذا بارك الله تعالى للعب في وقته وعمره استطاع أن يعمل الشيء الكثير في الوقت القليل وإذا لم يبارك الله له في وقته لم ينجز فيه شيئا يذكر ولو عمر السنوات الطويلة وإذا أردت أن تعرف آثار البركة في العمر والوقت فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بلا شك أعظم من بورك له في عمره ووقته صلى الله عليه وسلم وظهرت آثار تلك البركة في حياته صلى الله عليه وسلم وما قام به من أعمال فإن عمره صلى الله عليه وسلم في النبوة ثلاث وعشرون سنة وفي هذه السنوات القليلة يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويغزو الغزوات الكثيرة ويبعث السرايا الكثيرة فيدعو الكافر ويعلم الجاهل ويقوم بما أوجب الله عليه سواء في خاصة نفسه أو مع أهله أو مع الآخرين ويرسي ويؤسس قواعد الدولة الإسلامية ويقوم بتلك الأعمال العظيمة التي يحتاج غيره أضعاف 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 تلك السنوات ولعله لا يقوم ببعضها ولا يشك أحد أن ذلك من آثار مباركة وقته صلى الله عليه وسلم وعون الله له فإذا بارك الله للعبد في وقته وجد من الفراغ والعون ما يعمل معه الأعمال الكثيرة التي لا يستطيعها غيره ممن لم يبارك لهم في أوقاتهم ومن أعظم الأدلة على أن العبد قد بورك له في وقته استغلال الأوقات فيما يقربه إلى الله فليس العمر حقيقة بكثرة الشهور والأعوام ولكن العمر حقيقة هو الوقت الذي تتقرب فيه إلى ربك وتجده محسوبا لك في صحائفك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة وهو من الأيام العظيمة يقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح في ذلك اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في شغل عظيم وفود تأتي وتعلن إسلامها وصرية تدخل من إحدى جهات مكة وأخرى تدخل من الجهة الأخرى وعدد من المشركين يفرون خوفا على أنفسهم وعدد آخر يطلبون أن يستأمن لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد كبير بعد دخولهم الإسلام يحتاجون من يعلمهم ويفقههم في الدين أمور كثيرة ومشاغل كثيرة تحتاج إلى وقت كثير جدا ليتسع لها ومع ذلك يجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم من الفراغ ما يجعله يغتسل ويصلي ثمان ركعات من الضحى كما ذكرت أمهانة رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتصل ثم صلى ثمان ركعات من الضحى يبارك الله له في وقته فيجد من الفراغ في ذلك اليوم العظيم وهو يحمل هموم الأمة كلها يجد فراغا يغتسل فيه ويصلي ثمان ركعات والسؤال من يصلي من الضحى ركعتين أو كم هم أولئك الذين يصلون من الضحى ركعتين أو يقرؤون شيئا من القرآن أو يعملون أي عمل يقربهم إلى الله إن كثيرا من الناس يملك الفراغ الكثير وقد لا يحمل على عاتقه إلا هم نفسه وزوجته وأولاده إن وجدوا ومع ذلك يمر الضحى وغير الضحى دون أن يستغله في عمل نافع أو عمل صالح يقربه إلى رب العرض والسماء وإن من يقرأ التاريخ وينظر في السيار يرى من ذلك ما يطول له عجبه يرى من أعمال الخير والقربات ما يكاد يستعجزه بعض الناس ويحصل من العلوم ويؤلف من الكتب أشياء كثيرة في وقت يسير أو عمر قصير فهذا أبو الحسين شرف الدين اليونيني رحمه الله يقابل صحيح البخاري في سنة واحدة إحدى عشرة مرة والمقابلة في الغالب أصعب من القراءة والمقابلة أن تأخذ نسخة من كتاب وتقابلها على أصل أو أكثر وذلك بأن تقرأ أو تنظر في النسخة حرفا حرفا وسطرا سطرا ثم تنظر في الأصل لترى هل هي مطابقة أم أن هناك فروق أو بعض الفروق أو تقرأ في النسخة وآخر يتابع في الأصل لتظهر الفروق أو المطابقة فأبو الحسين شرف الدين اليونيني رحمه الله قابل صحيح البخاري في سنة واحدة إحدى عشرة مرة والسؤال من قرأ صحيح البخاري لا نقول من قابله لا من قرأ صحيح البخاري في عمره مرة واحدة إن الكتاب موجود والقراء كثير والفراغ أكثر ويبقى ويبقى هل بركة الوقت موجودة أم أن الأوقات ممحوقة البركة وهذا بن الجوزي يذكر عن نفسه أنه كتب ما يزيد على ألفي مجلد والكتابة بلا شك تستغرق أكثر من الوقت الذي تستغرقه القراءة والسؤال من قرأ مئة مجلد لا نقول من كثب من قرأ وتقسم مؤلفاته رحمه الله على مدة عمره فيبلغ مجموع ما يكتبه كل يوم عدة كراريس وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه الناس في جمعة أي في أسبوع والسؤال من يكتب في الأسبوع أو الشهر درسا فقط يبلغ عشرين صفحة أو أقل أو أكثر يكتبه ويقرأه في درس أو محاضرة أو يدفعه إلى من يقرأه عنه وينفع الله بذلك من شاء من عباده ويأجره على ذلك وهذا ابن حجر يقرأ في أحد رحلاته ما يزيد على مئة مجلد ويحفظ من تلك الكتب أشياء وينقل أشياء أخر والسؤال من قرأ ربع ذلك العدد من المجلدات وهو في بيته وبين أهله وأولاده وهذا بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله يؤلف تفسيرا من أعظم التفاسير ومسندا من أعظم المسانيد يقول الحافظ الذهبي عنه في ترجمته في سير أعلام النبلاء بقي بن مخلد ابن يزيد بقي بن مخلد ابن يزيد القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرقبي صاحب التفسير والمسند الذين لا نظير لهما ويقول طاهر ابن عبد العزيز الأندلسي عن ذلك المسند الذي ألفه بقي بن مخلد حملت معي جزءا من مسند بقي بن مخلد إلى المشرق فأريته محمد ابن إسماعيل الصائغ فقال مغترف هذا إلا من بحر وعجب من كثرة علمه ويقول ابن حزم عن تفسير بقي بن مخلد أقطع أي أجزم أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير بقي بن مخلد لا تفسير محمد ابن جرير الطبري ولا غيره وانظر إلى البركة في الوقت يجمع بقي بن مخلد ذلك التفسير وذلك المسند مع ضعف الإمكانيات وقلتها يجمع ذلك العلم سيرا على الأقدام يقول بقي بن مخلد إني لأعرف رجلا كان تمضي عليه الأيام في وقت طلبه العلم ليس له إلا ورق الكرنب أو الكرنب الذي يرمى وسمعت من كل من سمعته من سمعت منه في البلدان ماشيا إليهم على قدمي وفي رواية عنه أنه قال رحمه الله كل من رحلت إليه فماشيا على قدمي ويجمع ذلك العلم ذلك التفسير وذلك المسند ماشيا على الأقدام يقرأ أولئك العلماء تلك الكتب ويحصلون ذلك العلم ويؤلفون تلك المؤلفات القيمة الكثيرة مع ضعف الإمكانيات وقلتها أو إنعدامها في أحيان كثيرة إنه بلا شك من آثار البركة بالأوقات التي هي من آثار التقوى التي تتضمن فعل الطاعات وترك المنكرات واليوم تتوفر إمكانيات كثيرة جدا والملاحظ في أحيان كثيرة أو في أوقات كثيرة أو في أماكن كثيرة قلة القراءة وقلة التحصيل يحدث ذلك مع توفر كثير من الوسائل التي تعين على ذلك ففي مجال الكتب مثلا يستطيع اليوم أصغر طالب علم في الغالب أن يملك من الكتب كتبا ربما لم تتوفر أو لم يستطع الحصول عليها بعض كبار العلماء في العصول الماضية ثم هذه الكتب على درجة من الطباعة الجيدة من الطباعة الجيدة والوضوح في الكتابة وذلك لحسن الخط وجودته وترتيبه بينما كانت كثير من الكتب في الزمن الماضي على جانب كبير من سوء الخط في الغالب أو في أحيان كثيرة على جانب من سوء الخط الذي يحتاج من يريد قراءته إلى مزيد وقت بل ربما إلى تمرس وتخصص في قراءة بعض الخطوط والمخطوطات أكبر شاهد على ذلك اذهب إلى بعض وانظر وانظر في بعض المخطوطات وستجد أنك تمكت وقتا طويلا في قراءة صفحات معدودة أو انظر إلى صور بعض المخطوطات التي توجد في أوائل بعض الكتب المطبوعة لترى الفرق الشاسع بين تلك الكتب وهذه الكتب المطبوعة ثم هذه الكتب المطبوعة قد دجلت بفهارس جيدة مرتبة تسهل على القارئ أو الباحث الوصول إلى بغيته في أقل وقت وأقل جهد وفي مجال المواصلات وسهولة الوصول إلى العلماء أو الاتصال بهم يحدث في هذا الزمان ويوجد ما لم يكن في الحسبان بل ربما لو قيل أو ذكر لمن لم يدرك هذا الزمان لقال هذا ضرب من الخيال وشيء من الهدياء فيستطيع اليوم من يريد العلم أن يصل إلى أي عالم من خلال وسائل المواصلات الحديثة في أسرع وقت وأقل جهد بينما كان المتقدمون يمضون الشهور في سبيل الوصول إلى عالم في هذه البلاد أو تلك وربما قطع بعضهم مسافة طويلة وأنفق شهرا في سماع أو في سبيل سماع حديث واحد فقط بل إنه في هذا الزمان يستطيع الإنسان أن يتحدث مع كثير من العلماء وأن يسألهم وأن يناقشهم في مسائل من العلم وهو في بيته وبين أهله وأولاده من خلال جهاز الهاتف الذي لا يكاد يخلو منه بيت بل إن من يريد العلم في هذا الزمان يستطيع أن يتابع كثيرا من دروس العلماء في أماكن قريبة أو بعيدة وهو في بيته أو سيارته من خلال الأشرطة التي تنقل كل ما يقولونه في مجالس دروسهم وبأصواتهم وأنقصهم ويوجد غير ما ذكرناه من الوسائل والقدرات الشيء الكثير والكثير ومع ذلك قل أن ترى من يستغل ذلك ويستفيد منه بينما إذا نظرت إلى المتقدمين وصبرت أخبارهم تجد أنهم قد استغلوا واستفادوا من تلك الفرص والقدرات التي تهيأت لهم في وقتهم مع ضعفها وقلتها في أحيانا كثيرة فأخذ كثير منهم بحظ وافر من الخيط الذي تهيأت له فرصه أو هيئ له وليس معنى هذا الكلام ليس معنى هذا الكلام أن من لم يقرأ كتبا كثيرة أو يحصل حظا وافرا من العلم أنه عاص قد محقت أو قد محقت المعاصي بركة وقته أو أن المعاصي قد أثرت على بركة أوقاته ليس ذلك معنى ما ذكرته وإنما ذكرنا ما تقدم كمثال عام على أن الإنسان إذا لم يبارك له في وقته لم ينتفع به تمام الانتفاع لم يحصل في ذلك الوقت أو لم يحصل في ذلك الوقت على الشيء الذي يستطيع فعله وهجئ له أو بمعنى آخر وجد عنده الاستعداد والقدرة لعمل ولكنه لم يعمل فإنه مما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل أحد من الناس يملك القدرة على استيعاب كثير من العلوم أو التبحر فيها ومعرفة تفاصيلها ولو كان كل أحد يملك ذلك لأصبح الناس كلهم علماء وأبواب الخير ليست مقصورة على العلم فقط بل هي أبواب كثيرة ولله الحمد والمنا والمقصود أن من تهيئت له فرص خير وكانت عنده القدرة والاستعداد لعمل ذلك الخير ولكنه لم يعمل مع إمكانية ذلك فإنه يخشى أن يكون حرم بركة ذلك الوقت الذي مر عليه دون أن يستفيد فيه ما ينفعه في أمور دينه أو أمور دنياه فعمر الإنسان حقيقة ووقته حقيقة هو العمر أو الوقت الذي ينتفع فيه ولهذا فإن من الناس من يبلغ عمره مئة سنة ولو حققت في عمره حقيقة فإنه قد لا يبلغ عشرين سنة أو أقل لأن الأعمال التي قام بها في مئة سنة أو أنجزها في مئة سنة يمكن عملها في عشرين سنة فقط أما بقية عمره وهي ثمانون سنة فقد ذهبت هكذا على أقل تقدير لأنه ربما كان بعضها في معصية فتكون عليه لا له وكذلك المعاصي تمحق بركة الرزق ومن مح بركة الرزق أن العبد لا يكاد ينتفع به في آخرته فتجده يجمع الأموال العظيمة ويكدسها ولا تسمح نفسه بإخراج شيء منها يقدمه أمامه ويجد ثوابه أفقر ما يكون إليه فيرى المحتاج ولا يقرضه شيئا ويرى فقير أو المسكين ولا يتصدق عليه بشيء ويرى مشاريع الدعوة والخير تحتاج إلى شيء من ماله ولا ينفق منه ولو شيئا يسيرا ويرى أو يسمع بالمسلمين في أماكن كثيرة وهم يتضورون جوعا أو يموتون جوعا وهم بحاجة إلى شيء من ماله يصد جوعتهم أو يكسو عراتهم أو يداوي مرضاهم أو يعينهم في جهادهم يرى ذلك كله أو بعضه أو يسمع به فلا يقدم ولو شيئا يسيرا وإنما همه تكديس الأموال وتكثير الأرصداء ومن محق بركة الرزق أن ينفق في معاصي الله عز وجل أو يكون سببا لها فيكون ذلك الرزق وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة وأيضا المعاصي تمحق بركة العلم فلا يكاد ينتفع الإنسان بعلمه أو ينفع به غيره فإن للعلم بركات تعود على من يحمله وتعود على غيره من الناس ولكن المعاصي تمحق ذلك كله أو تمحق بعضه بحسب تلك المعاصي فلا يجد الإنسان أثر العلم على نفسه وقلبه فلا يجد حلاوة العلم ولا يجد آثاره من الاستقامة على أوامر الله وخشيته سبحانه التي وصف بها أهل العلم إلى غير ذلك من آثار العلم على أهله ومن محق بركة العلم أيضا أن لا ينفع غيره أن لا ينفع غيره به فلا يعلم جاهلا ولا يدعو عاصيا ولا ينبه غافلا بل يخزن علمه ويبخل به على أحوج الناس إليه وهكذا تمحق المعاصي أيضا بركة العمل وآثاره على صاحبه يقول ابن القيم رحمه الله فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزد والعلم والعمل فكل وقت عصي الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله فيه ومن عقوبات المعاصي أيضا أنها تجعل صاحبها ذليلا بدلا من أن يكون عزيزا فهو ينزل بالمعاصي درجة بعد درجة ينزل عن المقام الذي ينبغي أن يكون فيه فإن المعاصي نزول والطاعات صعود فالإنسان كلما عمل طاعة صعيد بها درجة وكلما عمل معصية نزل بها درجة ويختلف ذلك النزول باختلاف المعاصي وقد ينزل العبد نزولاً يصعب الصعود معه أو يصعب الصعود بعده يقول ابن القيم رحمه الله وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون أسفل سافر وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلي وقد يجتمع للعبد هذا كلام قيم وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه يعني بعض الناس سجده في اليوم والليلة يصعد وينزل يصعد وينزل أحياناً يصعد وأحياناً ينزل درجات صعود ودرجات نزول حسنات ومعاصي معاصي وحسنات وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله إن غلب عليه النزول فهو من أهل النزول وإن غلب عليه الصعود فهو من أهل الصعود وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله فليس من صعد مئة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس ولكن يعرضها هنا للنفوس غلطٌ عظيم انتبه إلى هذا الذي ينبه عليه ابن القيم رحمه الله ولكن يعرضها هنا للنفوس غلطٌ عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولًا بعيدًا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض ولا يفي بصعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب يقول ابن القيم فأي صعودٍ يوازن هذه النزلة انتهى كلامه والنزول أمرٌ لازم للعبد ولكنه يختلف باختلاف السبب الذي نزل العبد بسببه فبعض الناس يكون نزوله بسبب بعض الصغائر وبعضهم يكون نزوله بسبب بعض الكباعر يقول ابن القيم رحمه الله ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرةٍ أو كبيرة فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبةٍ نصوح وإنابةٍ صادقة والعبد لا يزال ينزل بالمعاصي درجةً بعد درجةً حتى يصبح مهيناً بعد أن كان كريماً وذليلاً بعد أن كان عزيزاً يقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويب ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا عمل الصالحات فكم من إنسانٍ ذل بالمعاصي بعد عزته وكم من إنسانٍ كان كبير قومه أو أمير قومه فلم تزل به المعاصي ولم يزل ينزل بالمعاصي درجةً بعد درجة حتى أصبح من أقلهم قدراً وأهولهم عند الناس فالمعاصي تسقط جاه العبد وقدره فإن العبد على قدر معاصيه يهون عند ربه فيهون عند الخلق يقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم ومن أعظم نعم الله على العبد أن يجعل له جاهًا وقدرًا وخاصةً عند عباده المؤمنين يقول ابن القيم رحمه الله ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَدْ يَشْتَهِرُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَاصِي ومن طواغيت الماضي والحاضر ومن عصاك وفساق الماضي والحاضر فالعب يذل نفسه ويهينها بالمعاصي ويعزها ويكربها بالطاعة يقول سعيد بن مسيب رحمه الله ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله وكفى بالمؤمن نصرة من الله عز وجل أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله ويقول أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحير رحمه الله حق لمن أعزه الله بالمعرفة ألا يذل نفسه بالمعصية فالعزة الحقيقية لله ولرسوله والمؤمنين يقول الله تعالى في صورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويقول في صورة فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ويقول في صورة الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ويقول في صورة المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ويقول في صورة المنافقين ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والدلة الحقيقية هي في ضد طاعة الله والإيمان به هي في الكفر والمعاصي بحسبها يقول الله تعالى في صورة المجادلة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأدلين ولهذا كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك فأهل المعاصي يشعرون بالذلة بحسب تلك المعاصي التي فعلوها وإن كانوا في الظاهر يظهرون العزة فهي عزة مصطنعة ليست بعزة حقيقية يقول الحسن رحمه الله تعالى إنهم يعني أهل المعاصي إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين إن ذل المعصية لا يفارق رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه فالمعاصي تذل العبد وتسخي طجاهه وقدره يقول أبو إسحاق الإلبير رحمه الله في قصيدته التائية التي ينصح بها ابنه يقول رحمه الله فلا ترضى المعائب فهي عارٌ عظيمٌ يورث الإنسان مقتى عظيمٌ يورث الإنسان مقتى وتهوي بالوجيه من الثرية وتبدله مكان الفوق تحته كما الطاعات تنعلك هكذا في المطبوع ولعل الصواب تبلغك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلاً فتلفى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها عزيزاً وتجني الحمد مما قد غرست والطاعات تعلي مكانة العبد وتجعل له محبةً وقدرًا في القلوب يقول الله تعالى في صورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانًا فأحبوه فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي رواية للترمذي إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إني قد أحببت فلانًا فأحبه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدّا وإذا أبغض الله عبد النادى جبرير إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض وروا البزار عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كانت سمعته في السماء حسنا وضعت في الأرض له سمعة حسنا وإن كانت سمعته في السماء سيئة وضعت له في الأرض سمعة سيئة ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحبه الناس أو يحمده الناس أن يثنون عليه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك هي عاجل بشرى المؤمن فالمنزلة الحقيقية والقدر والجاه هي لأهل الطاعة والخير وضد ذلك لأهل المعاصي والشر وقد ترى بعض الناس أهل المعاصي ترى له جاها أو مكان عند الناس وبعضهم ربما أظهر محبته أو أثنى عليه ولكنك إذا دققت النظر عرفت أن ذلك الجاه أو تلك المكانة إنما نالها بسبب أمر دنيوي إما لمنصب هو فيه أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية فبمجرد أن يعزل من ذلك المنصب أو يذهب عنه ذلك السبب الدنيوي يسقط الجاه وتلك المكانة التي كانت له عند الناس وكم رأينا ورأى غيرنا أصحاب مناصب كانت لهم منزلة وجاهم بين الناس ومكان عندهم لا تكاد تنقطع الزيارات عنهم ولا يكاد رنين الهاتف أن ينقطع من منازلهم هذا يسلم وهذا يهنئ بمناسبة وهذا يدعو إلى مناسبة وهذا يطلب أمرا وهذا يقدم خدمة ولكنه بمجرد أن أقيل من منصبه أو أحيل إلى التقاعد ذهب ذلك كله فلا يكاد أحد يزوره ولا يكاد أحد يسلم عليه وحتى هاتف منزله لقلة من يهاتفه كأنما فصلت أو انفصلت حرارته وهنا يتضع ويتبين أن التقدير الذي كان يحاط به ذلك المخدوع ليس له ولا لشخصه وإنما كان لذلك الكرسي الذي يجلس عليه أو المنصب الذي كان يتولاه فلابد إذن أن ينصرف الناس عنه وعن تقديره وإيهامه بالمكانة والوجاهة التي يحتلها لابد أن ينصرف الناس إلى ذلك الكرسي الذي تركه أو المنصب الذي تركه شاغرا ليصرف التقدير والحب والمكانة المزيفة إلى ذلك الشخص الذي سيجلس على ذلك الكرسي أو يتولى ذلك المنصب وقد وجد من أولئك من بقي مدة طويلة وحده من بقي مدة طويلة وحده في بيته لا يكاد يزوره إلا الواحد بعد الواحد وهو يعاني منضيق واكتئاب بعد تلك الأجواء الصاخبة والحفلات الساهرة التي لا يهدأ ليلها ثم فجأة وإذا به بين جدران منزله لا يسمع إلا طنين أذنيه من شدة الصمت وطول السكون بينما تجد مقابل ذلك عالما أو عابدا أو زاهدا أو فاضلا أحبه الناس وأصبحت له عندهم مكانة وأصبح له جاه بين الناس بطاعته لله تعالى وما وهبه الله من فضل وخير في نفسه وعمله وأقواله تجد ذلك الشخص في منصب ولكنه بعد أن يقال من منصبه أو يتركه هو فإنه لا يتغير عند الناس شيء من مكانته وفضله فلا يزال تقديره في نفوسهم ولا تزال مكانته في قلوبهم لأن تقديره كان حقيقيا وليس مزيفا ولأن مكانته وجاهه بين الناس كذلك ثم أيضا قد تجد من أهل المعاصي من يحبه الناس في الظاهر ويثمون عليه ويملؤون ما بين الأرض والسماء ضجيجا وثناء عليه وعلى أعماله ولكنك إذا حققت في الأمر ودققت النظر فإنك تجد أن ذلك كله مجرد تمثيل كاذب فهم لم يظهروا ذلك الحب وذلك الثناء لمحبتهم له أو قناعتهم بما يقولونه من الإطراء والثناء ولكنهم يفعلون ذلك لأحد أمري إما رغبة فيما عند ذلك الشخص أو خوفا من ذلك الشخص والدليل على ذلك أنك تلاحظ أن ذلك يحدث أو يكثر حدوثه على مرأة من ذلك الشخص أو على مرأة ممن قد ينقل له ذلك أما إذا أمنوا من علمه أو اطلاعه أو اطلاع من يخبره فقد يقولون ضد ذلك تماما ويظهرون ضد ذلك تماما ومقابل ذلك تجد عالما أو عابدا أو زاهدا أو فاضلا يحبه الناس ويثنون عليه فإذا أردت التحقق من ذلك فإنك تلاحظ أنهم لا يرجون منه شيئا بل ربما كان معدما لا يجد ما ينفع به نفسه فضلا عن غيره وتلاحظ أنهم لا يخافون فليس عنده شيئا يخافون منه ولا يملك ما يمكن أن يخيفهم به ومع ذلك يحبونه ويثنون عليه بل إنك تجد أن بعضهم يحبه ويثني عليه ولم يره قط بل هكذا أمر أوقعه الله في قلبه أو في قلوب الناس فهم يحبونه ويثنون عليه ويدعون له فهذا رجل في باديته وغنمه يحبه ويثني عليه وهذه عجوز في بيتها تدعو له وتحبه وتثني عليه وهذا شيخ كبير في محراب صلاته يحبه ويدعو له ويثني عليه وهكذا ومن عقوبات المعاصي أيضا أنها تزيل النعم وتحل النقر فكم نعمة يتقلب العبد فيها في ليله ونهاره قد زالت عنه ورحلت إلى غير رجعة إلا أن يشاء الله بسبب المعاصي وكم من نعمة هي في طريقها إلى العبد فصرفت عنه بسبب المعاصي يقول ابن القيم رحمه الله فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب ولا حلت به نقمه إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم فأخبر تعالى هذا كلام القيم فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاءً وفاقًا وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز يقول ابن القيم رحمه الله وقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم قطم صلوا بالجحيم وفاة النعيم وكان الذي نالهم كالحلم ومن عقوبات المعاصي أيضاً أنها تستدعي نسيان الله تعالى لعبده يقول الله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَعَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ويقول عن المنافقين في صورة التوبة نسوا الله فنسيهم ونسيان الله تعالى لعبده تركه وتخليته بين نفسه وشيطانه يقول ابن قيم رحمه الله وهناك الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاه فإذا خلَّ الله بين العبد وبين نفسه وشيطانه ولم يُعِنْه ولم يُؤَيَّده أخذ يتخبط في أودية المعاصي والضلالات لا يُخرج من ضلاله إلا ويقع في أخرى ولا يتخلَّص من معصية إلا وقع في مثلها أو شر منها وإذا نسي الله عبده كان من آثار ذلك أن يُنسي العبد نفسه أو أن ينسى العبد نفسه ومن نسيان العبد لنفسه أن ينسى ذنوبه أن ينسى ذنوبه فلا يتذكرها ولا يتوب منها ويبقى عليها أو يزداد منها حتى يموت وينتقل إلى الآخرة وهو يحمل تلك الأوزار العظيمة على ظهره لم يتوب منها ولم يتطهر منها فيكون بذلك معرِّضا نفسه للعذاب في القبر ويوم الحساب ثم في النار إلا أن يتجاوز الله ويعفو ومن نسيان العبد لنفسه أن ينسى حظها من الآخرة فلا تخطر الجنة بباله إلا قليلا وربما تمر السنوات الطويلة وهو لم يتذكرها ولم يتذكر ما أعدَّ الله لعباده فيها من النعيب ولم يتذكر تلك الدرجات العالية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وينسى ذلك كله فلا يقدم لنفسه ولا يسارع في الخيرات والمسابقة إلى الدرجات فيضيع على نفسه ذلك الفضل العظيم وذلك الملك الكبير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن آخر من يدخل الجنة لاحظ وانتبه آخر من يدخل الجنة يعطى مثل ملك عشرة من ملوك الدنيا فأهل الجنة كله ملوك يقول الله تعالى عنهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ذلك الملك هو الملك الحقيقي لا ملك الدنيا الذي يزول مهما امتد ومهما طالت مدته ذلك الملك أهله في غاية الطمأنينة والأمان وأنتم فيها خالدون لا ملك الدنيا الذي يعيش أهله في قلق وخوف من زواله ولا ينام بعضهم إلا تحت الحراسة المشددة وربما لا ينام إلا بعد تناول المسكنات والمهدئات والمنومات ينسى العبد تلك الحروض العالية والمقامات الرفيعة ويستبدلها بأوساخ الدنيا ولذاتها الزائفة يقول ابن القيم رحمه الله فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا قد انفرطت عليه مصالح بنياه وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي صحابة صيف أو خيال طيف أحلام نوم أو كظل زائل إن الأبيب بمثلها لا يخدع وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإهماله لها وإضاعة حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخص الثمن فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعت من عوض فالله سبحانه يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض منه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء ثم قال رحمه الله كيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عيء وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه وما ظلمه ربه ولكن هو ظلم نفسه وأيضا من عقوبات المعاصي أنها تجعل العاصي في أسر شيطانه وسجد شهوته وقيد هواه فهو أسير مسجون مقيد ومن المعروف أن الأسير من أسوأ الناس حالا هل رأيتم أسيرا فرحا مستبشرا مصرورا أو بلغتنا مبسوطا لا وإنما تجده كاسف البال حزينا كأنما غموم الدنيا وهمومها فوقنا رأسه وخاصة إذا كان الذي أسره عدوه والعاصي يقع في أصل الشيطان والشيطان أعدى أعداء الإنسان وقد وصفه الله بأنه عدو مبين يقول ابن القيم رحمه الله ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أصل شيطانه وسجن شهواته وقجود هواه فهو أسير مسجون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة ثم قال رحمه الله وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده ومثل القلب مثل الطائر كلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات ومن عقوبات المعاصي أيضا أنها تطفئ نور العقل أو تضعفه والعقل إنما سمي عقلا لأنه يعقل ويحجز صاحبه عن القبائح وما يضره والمعاصي تضعف هذه الخاصية في العقل وتطفئ نوره أو تضعفه فيتصرف العاصي تصرف من لا عقل له أو تصرف من هو ضعيف العقل فيضر نفسه ويقع في أشياء كثيرة تضره وهو لا يشعر ولو أن العاصي نظر بعين عقله ونور عقله إلى تلك المعصية وآثارها لم يفعلها فإنها لذة ساعة أو لحظة ثم يعقبها من الهم والغم والحزن ما يذهب بتلك اللذة وأضعافها ثم هي إثم يحمله ثم هي تقود إلى خزن وعار في الدنيا ثم هي تعود إلى النار أو تقود إلى النار والعذاب في الآخرة ولا شك أن العقل الصحيح السليم لا يقدم على شيء هذه آثاره وأضراره وإذا كانت البهائم في الغالب لا تتناول شيئا يضرها وهي لا تعقل فكيف بمن شرفه الله وميزه بالعقل نزل بعض العباد الصالحين في بلد وكانت في ذلك البلد امرأة بغي أي زانية فقالت والله لأفكننه لأنها تريد أن تكتسب دعاية لها فإنها لو فتنته لقيل أو لقال أصحابها إنها من حسنها وجمالها فتنت فلانا العابد فأخذت تراقبه حتى تفرق عنه أصحابه وبقي وحده في الخيمة فجاءت إليه وأبدت محاصنها أمامه وقالت له أيها الشيخ هلك في فراش وطي وعيش رخي فبكى خوف من الله ثم أنشد هذه الأبيات وكم ذي معاصن نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهية كيف مر عند القبور وتعمل وتذكر إن شئت مقبرة صغيرة وإن شئت مقبرة كبيرة فإنك ستجزم أن من هؤلاء من نال معاصن عديدة واكتسب معاصن كثيرة وعاش في لذاتها دقائق أو ساعات أو كل أياما ولكن هل يصرهم اليوم ذلك؟ هل نفعهم ذلك؟ انتهت الأذات مع الدنيا وبقيت الآثام والتبعات وكم ذي معاصن نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهية تصرم لذات المعاصي سريعة وتبقى تباعات المعاصي كما هي فوى سوأتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصية يقول ابن القيم رحمه الله ومنها أي من عقوبات المعاصي أنها تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولابد وإذا طفئ نوره ضعف ونقص وقال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله وهذا ظاهر فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب أي كيف يعص الله وهذه حاله كيف هي يسردها قيم وهو في قبضة الرب وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه وواعظ القرآن ينهاه وواعظ الإيمان ينهاه وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من الصرور واللده بها فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم انتهى كلام المقيم رحمه الله وأيضا من عقوبات المعاصي أنها سبب للمصائب العامة التي تصيب البلاد والعباد فكم سلط على بلد أو دولة أو طائفة بسبب ذنوبها بل كم سقطت دولة وتهاوت بسبب الذنوب والمعاصي وكم أصاب من القح والزلازل والأمراض والفيضانات وغير ذلك من العقوبات العامة كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي وقد روى ابن ماجح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت عاشر عشرة رهد من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس فصال وأعوذ بالله أن تدركوه ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم من كيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم نمطروا ولا خفر قوم من العهد إلا صلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم ومن يتأمل الواقع اليوم يجد آثار هذا الحديث واضحة جرية فالفواحش تنتشر في بلدان كثيرة وفي أماكن كثيرة ويُعلن بها في بعض الأماكن وكان من نتائج ذلك وعقوبة ذلك الأمراض الخطيرة التي تنتشر انتشاراً كبيراً ويعجز الأطباء مع تقدم الطب وتقدم أجهزته ومستشفياته ومختبراته وإداراته يعجز بل يقف حتى اليوم عاجزاً عن علاج بعضها وهذه السنوات العجاب وشدة المؤونة وجور الصلاطين بل طغيان الصلاطين ينتشر في بلدان كثيرة وفي أماكن كثيرة أقول طغيان الصلاطين لأننا ينبغي أن نتلقى التسميات من كتاب ربنا وسنة نبينا فمن سماه القرآن طاغوتاً سميناه طاغوتاً كائناً من كان وقد سمى الله من حكم بغير حكمه وحكم رسوله طاغوتاً فكل حاكم يحكم المسلمين بغير الكتاب والسنة فهو طاغوت من الطواغيت وما أكثرهم في بلاد المسلمين يقول الله تعالى في صورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم ضلالاً بعيداً فليس هناك إلا أمران فقط إما التحاكم إلى كتاب الله وصنة رسوله أو رفض ذلك والتحاكم إلى الطاغوت فكل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله فهو من أحكام الطواغيت الشرقيين أو الغربيين أو غيرهم فالتسميات الحقيقية التي لا تتأثر بالأهواء ولا بالمتغيرات ولا بالظروف هي التسميات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما البشر فإن تسمياتهم تتأثر بعوامل نفسية أو ظروف معينة فإذا غضبوا على أحد ألقوا عليه أسوأ الألقاب وأقبحها وإذا رضوا عنه أضفوا عليه أحسن الألقاب بل ربما وصفوه بالنقي التقي البر الإمام وإن كان حاله وواقعه على عكس ما يوصف به تماما فالمسلم ينبغي له أن يعرف الحقائق ولا تميل به الأهواء ويتبع كل ناعب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وإذا نظرت إلى أثار منع الزكاة وجدته كذلك واقعا وهو منع القطر من السماء وإن وجد فكما جاء في الحديث فلولا البهائم لم ينطروا وكم يستغيث الناس وكم يستغيثون ولا يرون أثرا لذلك وبعضهم قد يستغرب وكان ينبغي له أن يستغرب الواقع والحال لا أن يستغرب عدم نزول المطر فالمعاصي تنتشر والأموال في أماكن والأحوال في أماكن كثيرة تنتقل من سيء إلى أسوأ وكان ينبغي قبل الاستغاثة التوبة من الذنوب وتطهير البيوت من المنكرات وتطهير الأيدي والبطون والقلوب وجميع الجوارح من المحرمات ولو حدث ذلك ثم استغاث الناس لرأوا كيف يكون الحال وقد كان الناس إلى وقت قريب يوم كانت المنكرات قليلة يخرجون ويستغيثون الله تعالى ثم يرون أثر ذلك سريعا وتسيل أودية بقدرها وكذلك يظهر من آثار ذلك الحديث أنه إذا لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله جعل الله بأسهم بينهم وهذا أمر راضح مشاهد لا ينكره إلا مكابر أو معاند فبلاد المسلمين بصفة عامة هي من أسخل مناطق العالم وأكثرها فتنا وقلاقل فكلما هدأت حرب بدأت أخرى وكلما خمدت فتنة ظهرت أخرى وستظل على هذه الحال مهما بُذِل من المحاولات ومهما عُقد من المجتماعات والمؤتمرات ستظل على هذه الحال وستنتقل من سيء إلى أسوأ حتى يترك أولئك الطواغيت القوانين الشرقية والغربية التي رفعوها فوق رؤوسهم وفوق كتاب ربهم وسنة نبيهم وحكموها وحكموا بها ونبذوا كتاب الله خلف ظهورهم قاتلهم الله أن يؤفكون ومن عقوبات المعاصي أيضا أنه يخشى على صاحبها أن يدخل تحت لعنة رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل أو لعن على فعل معاصٍ كثيرة فلعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ولعلنا نعكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن على معاصٍ كثيرة لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها ولعن من غير منار الأرض أي حدودها وعلاماتها ولعن من لعن والديه ولعن من ذبح لغير الله ولعن المصورين ولعن من وسم دابةً في وجهها إلى غير ذلك من المعاصي التي ورد لعن من فعلها ومن عقوبات المعاصي أيضاً أنه يُخشى أن يُحرم صاحبها من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة يقول ابن قيم رحمه الله ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وصعت كل شيء رحمةً وعن من فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات قال ابن القيم فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التابعين المتبعين لكتاب ربهم لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها انتهى كلام القيم رحمه الله فهذه بعض عقوبات المعاصي ويبقى عقوبات أخرى سنذكرها إن شاء الله في الدروس القادمة إذا بدأت وننتقل الآن إلى القسم الثاني من الدرس وهو الفوائد العامة أو الفوائد المرسلة فإذا أبيات لأبي العتاهية يقول رحمه الله الدهر يوعد فرقة وزوالا وخطوبه لك تضرب الأمثالا يا رب عيش كان يغبط أهله بنعيمه قد قيل كان فزالا يا طالب الدنيا يثقل نفسه إن المخف غدا لأحسن حالا إنا لفي دار نرى الإكثار لا يبقى لصاحبه ولا الإقلال أأخيَّ إن المال إن قدَّمته لك ليس إلا أأخيَّ إن المال إن قدَّمته لك ليس إن خلَّفته لك مالا أأخيَّ كلٌّ لا محالة زائل فلمن نراك تثمِّر الأموال أأخيَّ شأنك بالكفاف وخلِّمن أثرى ونافس في الحُطام وغالا كم من ملوكٍ زال عنهم ملكهم فكأن ذاك الملك كان خيالا حتى متى تمسي وتصبح لاعبا تبغي البقاء وتأمل الآمالا ولقد رأيت الحادثات ملحةً تنفي المنا وتقرِّب الآجالا ولقد رأيت مساكناً مسلوبةً سكانها ومصانعًا وظلالا ولقد رأيت مسلطناً ومملكاً ومفوهاً قد قيل قال وقال ولقد رأيت من استطال بجمعه وبنا فشيَّد قصره وأطالا ولقد رأيت الدهر كيف يُبيدهم شيبًا وكيف يُبيدهم أطفالا ولقد رأيت الموت يُسرِع فيهم حقًّا يميناً مرةً وشمالا فصل الحوادث لا أبالك عنهم وصل القبور وأحفِهن سؤالا فلتُخبرنك أنهم خُلِقوا لما خُلِقوا له فمضوا له أرسالا ولقل ما تصفو الحياة لأهلها حتى تُبدِّل عنهم أبدالا ولقل ما دام الصرور لمعشرٍ ولطالما صال الزمان وغالا ولقل ما ترضى خصالًا من أخٍ آخيته إلا سخط خصالا ولقل ما تصفو بخير نفسه حتى يُقاتلها عليه قتالا فإذا أردت الناس أن يتحملوا للعار أنت فكن لها حمالا أخيَّ إن المرأة حيث فعاله فانظر لأحسن من يكون فعالا أقصر فطاك عن المطامع عفةً عنها فإن لها صفًا زلالا والمال أولى باكتسابك منفقًا أو ممسكًا إن كان ذاك حلالا وإذا الحتوف توافرت فاصبر لها أبداً وإن كانت عليك ثقالا فكفى بملتمس التواضع رفعةً وكفى بملتمس العلو سفالا أخيَّ من عشق الرئاسة خفتُؤًا يطغى ويحدث بدعةً وظلالا أخيَّ إن أمامنا كُربًا لها شغبٌ وإن أمامنا أهوالا أخيَّ إن الدار مدبرة وإن كنا نرى إدبارها إقبالا أخيَّ لا تجعل عليك لطالبٍ يتتبع العثرات منك مقالا فالمرء مطلوبٌ بمهجة نفسه طلبًا يصرِّف حاله أحوالا والمرء لا يرضى بشغلٍ واحدٍ حتى يولِّد شغله أشغالا ولربَّ ذي لغوٍ لهنَّ حلاوةٌ سيعُذن يوماً ما عليه وبالا وأرى التواصل في الحياة فلا تدع لأخيك جهدك ما حييت وصالا أو خيَّ إن الخلق في طبقاته يمسي ويصبح لنه والله أكرم من رجوت نواله هذا بيت نرى عدر قراءة أو لا والله أكرم من رجوت نواله والله أعظم من ينيد نوالا ملكٌ تواضعت الملوك لعزِّه وجلاله سبحانه وتعالى لا شيء منه أدقَّ لطف إحاطةٍ بالعالمين ولا أجلَّ جلالا وهذه فائدة أيضاً أخرى نبقى مع أبي إسحاق رحمه الله كما تعودنا له أبيات يقول فيها رحمه الله لو كنتُ في ديني من الأبطال ما كنتُ بلواني ولا البطال ولبستُ منه لأمةً فضفاضةً مسرودةً من صالح الأعمال لكنني عطلتُ أقواس التُقى من نبلها فرمت بغير نبالي ورم العدو بصهمه فأصابني إذ لم أحصن جنَّةً لنضالي فأنا كمن يلقى الكتيبة أعزلاً في مأزقٍ متعرِّضاً لنزالي لولا رجاء العفو كنتُ كناقعٍ برح الغليل برشف لمع الآلي شاب القذال فآنا لي أن أرعوي لو كنتُ متعظًا بشيء بقذالي ولو أنني مستغصراً إذ حلَّ بي لعلمتُ أن حلوله ترحالي يعني الشيء لعلمتُ أن حلوله ترحالي فنذرتُ في زادٍ لدار إقامتي وسألتُ ربي أن يخلَّ عقالي فلكم هممتُ بتوبةٍ فمنعتُها إذ لم أكن أهلاً لها وبدالي ويعزُّ ذاك علي إلا أنني متقلِّبٌ في قبضة المتعالي ووصلتُ دنياً سوف تقطع شافتي بأفول أنجمها وخسفه لالي شغلت مفتَّن أهلها بفتونها ومن المحال تشاغلاً بمحالي لا شيء أخسر صفقةً من عالمه لعبت به الدنيا مع الجُهَّالي فغدا يُفرِّق دينه أيدي سبأ ويزيده حرصًا لجمع المال لا خير في كسب الحرام وقلَّمَة يُرجى الخلاص لكاسبٍ لحلالي ما إن سمعتَ بعائلٍ تُكوى غداً بالنار جبهته على الإقلال يقول ما سمعنا فقير في الآخرة يُعذَّب على المال وإذا أردت صحيح من يُكوى بها فاقرأ عقيبة صورة الأنفال يعني يقرأ صورة التوبة الذين يكنزون الذهب والفضة وهذا هو الوعيد ما يَثبُلُ الميزان إلا بمرئٍ قد كفَّ كاهله من الأطبال فاخذ الكفافة ولا تكن ذا فضلةٍ فالفضل تُسأل عنه أي سؤال ودع المطارف والمطيَّ لأهلها وقنع بأطمالٍ ولبسٍ عالي وطف البلاد لكي ترى آثار من قد كان ينبكها من الأقيال عصفت بهم ريح الردى فدرتهم ذرو الرياح الهوج حقف رمالي وتزيزلت بهم المنابر بعدما ثبتت وكانوا فوقها كجبالي واحبِس قلوصك ساعةً بطلولهم واحذر عليك بها من الأغوالي فلكم بها من أرقمٍ صلٍ وكم قد كان فيها منهاً وغزالي ولكم غدت منها وراحت حلبةً للحرب يقدمها أبو الأشبالي فتقطعت أسبابهم وتمزَّقت ولقبل ما كانوا كنظم الآلي وإذا أتيت قبورهم فاسألهم عما نقم فيها من الأهوالي فسيُخبرونك إن فهمت بحالهم بعبارةٍ كالوحي لا بمقالي إنا بها رهنٌ إلى يوم الجزى بجرائم الأقوال والأفعالي من لا يراقب ربه ويخافه تبَّت يداه وماله من والي فائدةٌ أخرى يقول الشيخ محمد الأمين بمحتار الشمكيط رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى في سورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سُوَّل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزَّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفَّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخَط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم يقول رحمه الله اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمُّل هذه الآيات من سورة محمد وتدبُّرها وتدبُّرها والحذر التام مما تضمَّنته من الوعيد الشديد لأن كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمَّنته من الوعيد الشديد لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزَّل الله على رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن وما بيَّنه وما يُبَيِّنه به النبي صلى الله عليه وسلم من السُّنَس فكلُّ من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزَّله الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخلٌ في وعيد الآية وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر يعني تصور هذا التهديد وهذا الوعيد جاء لأولئك الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر أولاً أنهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر والأمر الثاني أن هذا وعد أيضاً فكيف بمن لم يُقِعهم في بعض الأمر وإنما أطاعهم في الأمر كله ولم يعدهم فقط بل إنه وعد وحق وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مُطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزَّل الله فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأنهم اتبعوا ما أسفط الله وكرهوا رضوانه وأنه مُحبط لأعمالهم فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر انتهى كلامه رحمه الله فائدة أخرى يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالت في العود وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحية الأصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاوس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبز الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تصبح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون سلم الببيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري قد علم المشتري بعيب الصلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد قدر الصلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبدول فيها والمنادي عليها فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب وبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغاب تلقى غاية الحرب ووالد صف عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطبي ترج الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطبي ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي هذه الأبيات لبن قيم وهنا في كتاب الفوائد لم يصرح بأنه له على عادته يذكر أبيات ولا يذكر من القائل ولكنه في بدايع الفوائد ذكر هذه الأبيات وقال ولي من أبيات فهي لبن قيم رحمه الله وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي شاب الصبا والتصاب بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعبي وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغبي وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفعه ظلومات الليل والسحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد صارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أربي فأفرش الخد دياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخربي منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثبي وكلما جريت تلك الربوع له يهوي إليها لا هوي الماء في الصباب أحيا له الشو تذكار العهود بها فلو دع القلب للسلوان لم يجب هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له فيه سواها الدهر من رغب ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب فاغتربي وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطبي وعادي كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب فإذا يقول ابن قيم رحمه الله يقول ابن جوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر اعلم أن الزمان لا يثبت على حال كما قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس فتارة فقر وتارة غنى وتارة عز وتارة ذل وتارة يفرح الموالي وتارة يشمت الأعادي فالسيد من لازم أصلا واحدا على كل حال وهو تقوى الله عز وجل فإنه إن استغنى زانته وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر وإن عوفي تمت النعمة عليه وإن ابتلي جملت ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعب أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير والتقوى أصل السلامة حارس لا ينام يأخذ باليد عند العثرة ويوافق على الحجود والممكر من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى فإنها ستتحول وتخليه خاصرا ولازم التقوى في كل حال فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة وفي المرض إلا العافية هذا نقدها العاجل والآجل معلوم انتهى كلام رحمه الله ويقول أيضا في فصل آخر رأيت من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه طبعا موضوعا في الخلق يقول هذا شيء ملاحظ وبعض الأشياء الملاحظة يأخذ منها عبرة نشرح كلام ابن جوزي حتى يكون مفهوم يقول من الملاحظ أن كل إنسان أيًا كان هذا الإنسان ولاحظ وراقب وكن دقيق الملاحظة إذا عثر أو زلقت رجله بشيء فسقط أو كاد أن يسقط فإنه تلقائيا هكذا مبرمج على أن يلتفت إلى المكان الذي كاد يسقط فيه أو كاد أن ينزلق فيه هذا طبيعي كذا ابن الجوزي يقول أنا رأيت هذا ابن الجوزي وكثير من العلماء عندهم دقة ملاحظة يلاحظون أشياء ويبنون عليها أشياء ويستفيدون منها أشياء يقول أنا حين لحظت هذا قلت إذن نحن كم مرة نقع في معاصي وكم مرة نقع في منزلقات خطيرة وفي معاصي كثيرة يوقعنا فيها الشيطان منعطفات وإذا الشيطان قد وضع لك الحخ وإذا أنت قد وقعت في معصية فلماذا لا نلتفت إلى السبب الذي أوقعنا في المعاصي حتى نحذره كما نلتفت إلى موضع سقوطنا أو عثرتنا لنتجنب ذلك هذا كلامه وأظنه من فوق يقول رحمه الله رحمه الله فينظر إليه طبعا موضوعا في الخلق إما ليحذر منه إنجاز عليه مرة أخرى أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرث من مثل هذا فأخذت من ذلك إشارة وقلت يا من عثر مرارا هل لا أبصرت من الذي أعثرك فاحترزت من مثله أو قبحت لنفسك مع حزمها تلك الواقعة فإن الغالب ممن يلتفت أن معنى التفاته كيف عثر مثلي مع احترازه بمثل ما أرى فالعجب لك كيف عثرت بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلاني كيف غرك سخره تعلم بعقلك باطنه وترى بعين فكرك مآله كيف آثرت فانيا على باق كيف اخترت لذة رقده على انتباه معامله آه لك لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر وتمكيس رأس أمس بعيد الرفع أو بعيد الرفع ودموع حزن على قبيح أو قبح فعل ما لمددها انقطاع ويقول أيضا رحمه الله في فصل آخر لا ينال لذة المعاصي إلا سكران بالغفلة فأما المؤمن فإنه لا يلتد لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علم التحريم وحذر الحقوبة فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي فيتنغص عيشه في حال التذاذه فإن غلب سكر الهوى كان القلب منتفعا أو متنغصا بهذه المراقبات وإن كان الطبع في شهوته وما هي إلا لحظة ثم خذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزماء حتى أنه لو تيقن العفوع وقف بإزائه حذر العتاء فأفل للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة ويقول أيضا رحمه الله في فصل آخر ينبغي لكل ذي لب وفقنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحمة وإنما هو قائم بالقصد حاكم بالعدل وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفى فعفى عن كل كتيف من الذنوب وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير فالحذر الحذر ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة فتعبوا هكذا في المطبوع ولعل الصواب فنكبوا فنكبوا من حيث لم يحتسبوا فقلعت أصولهم ونقض ما بلوا من قواعد أحكموها لذراريهم وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم ورأيت أقوام من المنتصبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم فالله الله في مراقبة الحق عز وجل فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين وربما ظن العفو وهو إمهال إهمالا وللذنوب عواقب سيئة فالله الله في الخلوات والبواطن البواطن والنيات فإن عليكم من الله عينا ناظرة وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه فكم استدرج وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا وهذا فصل هذا كلام جوزي وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى قدرت على لده هي غاية وليست بكبيرة فنازعتني نفسي إليها اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله تعالى وكرمه فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت وإذا أتيت هذه فمن أنت يعني أصبحت نفسه وهذه اللذة في حالة تحدي قال وذكرته حالة أقوام كانوا يسمحون أو يفسحون لأنفسهم في مسامحة كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم فبهم إرعوت ورجعت عما همت به والله الموفق انتهى كلامه رحمه الله ما أدل كم بقل الوقت نعم فائدة وخرى ابن مقيم رحمه الله ممن عرف بغزارة العلم وحسن الإسلوب ودقة التعبير وطول النفس في إراد المسائل والأقوال والرد عليها حتى أنه رحمه الله ربما سئل سؤال فأجاب عنه بكتاب سئل رحمه الله كما ذكرنا من قبل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين إلى آخر السؤال فأجاب بكتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء وذكر رحمه الله في كتابه بدايع الفوائد مسألة قد لا يتصور الإنسان أن يبلغ الكلام فيها ثلاث أو أربع صفحات فأطال الكلام فيها يقول رحمه الله في الجزء الثاني من كتابه بدايع الفوائد سلام عليكم ورحمة الله في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالا ثم سردها وأجاب عنها في سبع وستين صفحة من صفحة مئة وثلاثين إلى صفحة مئة وسبع وتسعين وذكر رحمه الله تعالى العلم وفضله في كتابه مفتاح دار السعادة فأطال النفس في ذلك فذكر فضل العلم من مئة وثلاثة وخمسين وجهة في مئة وثلاثين صفحة تقريبة من صفحة ثمان وأربعين إلى صفحة مئة وواحد وثمانين وكان رحمه الله لغزارة علمه ربما ألف الكتاب وهو في حال السفر أو بعيدا عن مكتبته وبعيدا عن العلماء وبعيدا عن العلماء فيأتي في ذلك الكتاب بفوائد وعجائب وغرائب قد يعجز عن الإتيان بمثلها من هو بين الكتب وبين العلماء ومن ذلك كتاب مفتاح دار السعادة فإنه ذكر أنه ألفه في أحد مجاوراته أو مجاوراته في بيت الله الحرام يقول رحمه الله في ذلك الكتاب وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي من الله بها عليه حين انقطاع إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا دليلا وتعرض لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا يؤلف ذلك الكتاب وهو بعيد عن مكتبته وذلك الكتاب من الكتب المفيدة يقول عنه صاحب كشف الظنون مفتاح دار السعادة للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بمقيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة سبعمائة وواحد وخمسين كتاب كبير الحجم فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفائل والزجر ومعرفة عصول نافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد ويذكر رحمه الله تعالى أنه قيد كتابها القيم زاد المعاد في هدي خير العباد وهو في حال السفر وزاد المعاد يقع في أربع مجلدات هو أكثر حسب الطبعات يقول رحمه الله في ذلك الكتاب فصل وهذه كلمات يصيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همه إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وصيرته وهديه اقتضاها يعني كأنه يعتذر يقول اعذروني اعذروني حين ألفت هذا الكتاب هذه حاله يا من تقرؤون الكتاب اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاه التي لا تنفتح لها أباب السودة ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر إلى الإقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود فعود العلم النافع الكفيل باستعادة قد أصبح ذاوية وربعه قد أوشح أوحش من أهله وعاد منهم خالية يعتذر عن هذا الكتاب بهذه الكلمات فلعل الوقت انتهى إذن نختصر على هذا القدر وكما ذكرنا لكم في البداية أن هذا هو من أواخر الدروس سيعلن عن عودة الدرس في حينه إن شاء الله وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر ترجمة نانسي قنقر